حكى الله لنا خبراً وقص علينا في القرآن حكاية لإثنين كانوا صديقين وكانوا قرناء أحدهم مؤمن والآخر منكر فكان هذا المنكر يأتي للمؤمن ويشككه في دينه يقول هل أنت مصدق إذا متنا أننا سنبعث يوم القيامة ويشككه في المرة الأولى وفي المرة الثانية وكاد هذا المؤمن أن تزل قدمه ولكن الله تبارك وتعالى ثبته انتهى حالهم في الدنيا مات المؤمن ومات المنكر فلما كانوا عند الله تبارك وتعالى قص الله لنا خبرهم المؤمن أدخله الله الجنة والمنكر أدخله الله النار فكان هذا المؤمن يبحث عن هذا القرين وهذا الصديق في الجنة يقول كان لي صديق يقول هل أنت مصدق أننا إذا متنا سنبعث يوم القيامة فسار يبحث عن هذا القرين في الجنة فلم يجده فذهب إلى النار لينظر ويطلع فرآه في سواء الجحيم وهذا ما بينه الله تبارك وتعالى في سورة الصفات فقال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر